كشفت وزارة الاتصال في بيان لها اليوم عن توجيه انذار أخير لقناة التلفزيون الفرنسية فرونزويند كات قبل السحب نهائي للاعتماد بسبب تحيز صارخ في تقطيتها لمسيرات الجمعة من خلال الذهاب دون رادع لاستعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية ذات امتدادات دورية وضح المصدر أن وزير الاتصال الناتق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر قد استدعى مكتب فرونزويند كات المعتمد بالجزائر لتحذيره مما يبدو أنه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا البيان تضمن الإشارة إلى أن حركة 22 فبراير الذي رسمه رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية توجه برئاسيات الثاني عشر ديسمبر 2019 وكل ما أتى خاضع لمنطق مغاير تماما وزارة الاتصال اعتبرت أن التكالب الإعلامي لفرونزويند كات وتلعبها ينم عن سوئينية وجنوح مفرط للسلبية والافتراء مبرزا أنه يتجلى اليوم بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الفعل إنما هدفه تغليط الرأي العام وتشويه سمعة الجزاء لفائدة بلد مجاور حيث أن حركة شعبية قائمة هناك منذ سنين دون أن تحظى بأي اهتمام من طرف وسيلة الإعلام الفرنسية نفسها وذلك بالرغم من الأحكام القضائية الثقيلة الصادرة ضد منشطيها وأبرزت وزارة الاتصال أن خط تحرير القناة قائم على شعارات معادية لبلادنا واستقلاله وسيادته ومصالحه الأمنية وجيشه الوطني الشعبي ومن ثم تفهناك إصرار مهما كلف الأمر على إثارة تقلبات مفبركة مضادة لثورة بإعاز من منظمات غير حكومية ذات السيطن في باريس وغيرها من العواصم الأوروبية